مواطنان محمد إحسان مرقى وزهد نضال أبو عافيف برصاص الاحتلال شمال الخليل الليلة الماضية كما اعتقلت قوات الاحتلال الشقيقين إسماعيل وصفيان عبد ربه أبو عيش بعد اقتحام منزلهما وتفتيشه وفجرت غرفة زراعية بجوار المنزل أنت بتحكي عن مدخل مدينة الخليل مدخل الرئيس للمدينة ومدينة الخليل هي أكبر محافظات الوطن تحكي عن إعاقة نص سكان الضفة نحن تحكي عن الخليل وبيت لحم تحكي عن وحدة واحدة كبيرة تجاريا اقتصاديا اجتماعيا موظفين تحكي عن شلل كامل لنص الضفة الغربية ناحية اقتصادية ناحية اجتماعية ناحية موظفين بكرة المدارس جاية فإذا اتمر بهذه الطريقة الإغلاق الرئيسي موابات مدخل الخليل نحن نحكي عن شلل كامل لنص الضفة الغربية محافظة الخليل استفاقت على إغلاق كامل لكل القرى والبلدات والمخيمات بالإضافة إلى الحرم الإبراهيمية فرضته حكومة الاحتلال عليها بقرار عسكري بحجة دواع أمنية منعت خلاله حركة المركبات وتنقل المواطنين واقتحمت مناطق عدة أبرزها منطقة ودي الهرية وجبل أبو رمان استمرار العدوان الإسرائيلي توجه الحرم الإبراهيم الشريف منذ السابع من أكتوبر منذ العدوان على فلسطين عامة وعلى قطاع غزة بشكل خصوص وكذلك قضية ممنهجة تجاه الحرم الإبراهيم الشريف اليوم الحرم مغلق بحجة الحالة الأمنية التي تمر فيها محافظة الخليل وهذا لها مخاطر كبيرة وجسيمة تجاه الحرم الإبراهيم الشريف في استباحة الحرم الإبراهيم الشريف بإغلاقه وجزء لا يتجزأ من الانتهاكات الخطيرة التي يمر بها الحرم الإبراهيم الشريف الاحتلال ما زال يتواجد على طرق الالتفافية وأمام الحواجز التعاني الخليل أصلا من إغلاق بين الفينة والأخرى واعتقالات واسعة بين صفوف المواطنين عزمي بنات تلفزيول فلسطين الخليل